السلام عليكم وعلى بكم آخر كلام وحلقة جديدة على شاشة مكملين محمد معيت وزير المالية المصري بيتحفنا بتصريحات جديدة عن الأوضاع في مصر والحقيقة بيتكلم على أن الناس اللي برا بيحسدونا فكرت والله أنزل مع الشباب في الإعداد هنا في لندن نمشي في الشوارع مثلا ونسأل الناس أخبار مصر إيه بتحسدوا مصر على إيه مثلا إيه اللي موجود في مصر مش موجود عندكم في بريطانيا يعني بحيث نتأكد الوزير محمد معيت بيحكي عن مين أو بيتكلم عن مين والله دي فكرة فيديو ممكن فعلا ننزل عمله يعني إننا ننزل في الشوارع هنا كده أسأل ناس والله وزير المالية المصري بيقول أنتوا بتحسدوا الناس في مصر إيه رأيكو؟ ونسمع بقى من غير رقابة من غير تيت من غير صفرات نشوف الناس هتقول إيه أو الناس أصلا دارية بالوضع في مصر أو لا لكن محمد معيت الحقيقة بيتكلم إن إحنا عندنا مشاكل فيه خروج أموال ساخنة من البلاد وفي نفس الوقت الناس اللي بره بتحسدنا طيب إزاي اللي اتنين ماشيين مع بعض؟ الإجابة بس عند محمد معيت هو الوحيد اللي بيعرف هو الوحيد اللي بيفهم وطبعا زي ما قلنا إنه السيسي هو فكرة صغيرة موجودة في كل الوزارات خلينا نشوف كده شبكة رصد الإخبارية نشرت الخبر عن خروج 23 مليار دولار خرجت من مصر في الفترة اللي فاتت وقال إن ده عام صعب للغاية على الاتصاد المصري في نفس الوقت اللي محمد معيت بيتكلم فيه عن القصة دي وكالة بلومبرج بتنشر تقرير مهم الحقيقة عن التضخم نشوف كده الصورة من بلومبرج طيب هنا بلومبرج بتتكلم إن التضخم يرتفع بشكل كبير جدا في الفترة الأخيرة بعد تعويم الجنيه المصري التقرير كان يوم 8-12 مبارح صدر هذا التقرير عن وكالة بلومبرج بالحديث بقى عن التضخم وخروج الأموال الساخنة موضوع طبعا الحسد ده وإن الناس اللي بره بتحسدنا أكيد ما ينفعش نتكلم فيه مع أي حد غير مع حضراتكو في الساعة التانية فجاهز نفسك كده في الاتصالات عندنا شوية أرقام لطيفة هنتكلم مع بعض فيها واسمع رأيوكو الناس اللي بره بتحسدنا ليه؟ وعلى إيه؟ وش معنى؟ إيه اللي عندنا مش موجودة عندهم؟ ونحكي مع بعض ناخدوا ندي مع بعض وانتوا ردوا على محمد معيت بمعرفتكو لكن خلونا نروح كده لموضوع التدخم لأنه مهم الحقيقة وفيه أرقام كتير جدا لفتة للانتباه في هذا العام نقلا عن وكالة بلومبرج فيه التقرير اللي قالت أن التدخم بيتسارع بأعلى معدل له منذ خمس سنوات تعالوا نشوف مع بعض الأرقام كده ايه؟ بتقول ايه الأرقام نقلا عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحسن طيب في 2021 كان التدخم في مصر ستة ونصف في المية يناير 22 بدأنا في الارتفاع وصل لتمانية في المية مايو 2022 بعد خمس شهور فقط خمستاشر في المية كان التدخم أكتوبر 2022 وصلنا لستاشر فاصل اتنين من عشرة في المية نوفمبر 2022 وصلنا لطمنتاشر فاصل سبعة من عشرة في المية وأخيرا ديسمبر 2022 وصلنا للتدخم تسعتاشر واثنين من عشرة في المية الرقم اللي قدام حضراتكم في ديسمبر 2022 ده أعلى معدل تدخم وصلت له مصر منذ خمس سنوات طيب موقع مدى مصر الحقيقة نشر تقرير تاني بيتكلم عن معدلات التدخم واثارها على الأسعار على أساس سنوي تعالوا نشوف مع بعض كده في الرسم البياني اللي ظاهر قدام حضراتكم الخبز والحبوب المعدل التدخم فيها حوالي 52% الطعام والمشروبات 31% الألبان والجبنة والبيض 40% الأسماك والمأكلات البحرية 38% اللحوم والدواجن 30% السكر والبن والشاي والككاو والزيوت من 20% لـ 30% أرقام تانية مهمة أيضا وهي أسعار الطعام اللي بيرتفع 5% عن شهر أكتوبر في شهرين بس حصل ارتفاع كبير في أسعار الطعام زي ما الرسم مبين قدام حضراتكم الزيوت بـ 1.4% الخضروات 7.8% اللحوم 6.8% الأغذية والمشروبات 29.9% حوالي 30% وده طبعاً أدى لزيادة الضغط الكبير على ميزانيات الأسر والشركات الأرقام اللي احنا قلناها دي بتقول حاجة مهمة أو بتقول إن الوزير محمد معيت بيرض على نفسه من غير ما ياخد باله أو أحياناً بياخد باله فاكر لما قلت لك مبارح على برميل البرود اللي بيولعوه بنفسهم بأديهم مسكين الولاعة وهم قاعدين فوق البرميل اللي مليان متفجرات وبيحاول يولعوه في نفسهم محمد معيت هنا بيقول الكلام وبيقول عكسه خرجت 23 مليار من الأموال الساخنة بس العالم برا بيحسدنا تعالوا تشوف كده معيت هو بيناقد نفسه بيقول إيه سبكت رصد نقلت عن مدخلة هاتفية لمعيت في إحدى البرامج الفضائية بيقول 23 مليار دولار من الأموال الساخنة خرجت من مصر قال كمان إنه الوضع صعب ومليء بالتحديات طيب جميل قال كمان إن الاقتصاد المصري كان سيعاني العام الحالي حتى وإن لم تنتلع الحرب الروسية الأوكرانية لو ما كانش فيه حرب الروسية الأوكرانية كان برضو هيبقى فيه مشكلة في الاقتصاد المصري عشان لما يطلع الناس يقولك ده احنا فيه حرب حوالينا تقوله ده محمد معيت قال كلام غير كده قال كمان وزير المالية المصري إن التعافي هيحتاج فترة طويلة وإنه بما يخص الحلول أو فيما يخص الحلول مصر بتسعى لحل المشكلة التمويلية من خلال تنويع أدوات الدين والتوسع أيضا في أليات التمويل غير الاعتيادية زي القروض وقال كمان إنه حاليا يجري الاعداد لطرح سندات باندا بالسوق الصينية طيب إلى أي مدى الوزير محمد معيت هينجح في الكلام ده وإيه دلالات إنه هو بيقول الناس بره بتحسدنا وفي نفس الوقت بيقول الوضع صعب والتعافي هياخد فترة طويلة والعام الحالي كان يبقى فيه مشكلة حتى من غير الحرب الروسية الأوكرانية خلينا ننقل تصريحات وزير المالية المصري محمد معيت لضيفي عبر الإنترنت الدكتور مصطفى شهين الخبير الاقتصادي أهلا بك ركتور أهلا وسهلا بحضرتك يا أستاذ بسامة وسعداء بحضرتك وسعداء بكل السادة المشاهدين وأنا بأعتذل لحضرتك عن الفترة الماضية نتيجة ظروف مرضية وبعض الظروف مرت بها فأنا بأعتذل لحضرتك ولجمهورك الكريم عن انشغالات الفترة الماضية العفو دكتور حضرتك ضيف عزيزي تشرفنا في أي وقت ودايما بنسعد بوجودك وخليني أبدأ من الرقم بتاعة 23 مليار دولار ايه دلالات هذا الرقم لا والحاق دلالات الرقم دي احنا حذرنا كثير جدا من قضية انك انت تعتمد على الأموال الساخنة أسعار الفائدة لما ارتفعت داخل الولايات المتحدة الأمريكية جعلت رؤوس أموال كثيرة جدا تهرب من مصر فضلا أيضا عن ان المستثمرين الأجانب عارفوا وادركوا ان هناك تعويما سيجري في المستقبل كم ده بقالوا تقريبا هذه رؤوس الأموال خرجت قرابة من 9 شهور خروج رؤوس الأموال أيضا عجل بقضية التعويم اللي حشفناها في شهر مارس ثم شفناها مرة تانية في شهر أكتوبر نتيجة ان الحكومة كل الحصيلة اللي كانت عندها من رؤوس الأموال الساخنة كلها هربت من مصر لعدم الاستقرار في مصر أو لأن سعر الفايدة اللي في مصر حتى لو حصلت سعر الفايدة مرتفع وتم تعويم العملة فكل الأجانب كانت تخسر في مصر علشان كده هما الأجانب طلعت من مصر ومش كده وبس ما فيش أمل ان هما يرجعوا قريبا لمصر لأن أسعار الفايدة في العالم مرتفعة والجنيل في مصر اللي الآن أصبح غير مستقر بل إن كل يوم الآن الدولار بتمن في مصر عدم استقرار الدولار في مصر الحقيقة عمل هو المشاكل الضخمة جدا اللي مش هكلي الحكومة تستطيع إنها تتحصل على أي قروض في الفترة المقبلة خاصة من رؤوس الأموال الساخنة فهروب الأموال من مصر ده طبيعي جدا ومنطقي جدا نتيجة عدم الاستقرار اللي احنا شايفينه في مصر الآن من تضاور الجنيه أمام الدولار اللي لسه نحن في بدايته يعني الأمر سيشهد أمور أخرى في الفترة المقبلة طيب الكلام عن التدخم دكتور تقارير كتير جدا في بلومبرج تقارير في مدى مصر بتتكلم عن إن التدخم بيوصل لأعلى معدل ليه من 15 سنة تقريبا قربل 20 في المية وده أثر أو انعكس على أسعار حياة كتيرة جدا استعرضت منها جزء بداياتا الحكومة ازاي بتواجه حاجة زي كده آه ده شؤال جميل جدا الحكومة الآن عاجزة ولا تستطيع إنها تعمل شيء الآن الحكومة لا عندها إنتاج تقدر تنتجه ولا عندها زلع تقدر تنزلها في السوق بل الحكومة هي من أكبر الأسباب التي أدت إلى الأزمة الحكومة هي عن طريق سحب الدولارات للمشروعات اللي عملتها جعلت هناك عاجزة في السوق زود الطلب على الدولار رفع سعر الدولار فالحكومة الآن مش بس عاجزة بل الحكومة هي السبب الرئيسي في هذا الفشل اللي احنا بنعاني منه في مصر لأن كنت استخدمت الدولارات في أغراض غير إنتاجية أو على الأقل في الأجل المنظور غير إنتاجية زي المشروعات الأملاقة وغيره مش هتديني عائد مباشر سواء زيادة في الإنتاج أو زيادة في الصدرات فعلشان كده الحكومة هي السبب هي التي أودت بالاقتصاد إلى هذا الفشل الزريع وهي التي أثرت بهذا الأمر حتما الموضوع أن احنا حدث الكورونا الكورونا حرم الاقتصاد المصري من السياح اللي كانت بتجيب لي مبلغ يجي 12 مليار دولار في السنة هذا المعدل صحيح لكن الحكومة لفترة طويلة إحنا بقلنا كثير جدا بنحذر من أنك إنت ترتاكن إلى رؤوس الأموال الساخنة بعد كل هذه التحذرات وزير المالية مؤخرا قال إحنا أخطأنا إن إحنا اعتمدنا على رؤوس الأموال الساخنة طيب دكتور الحقيقة في تصريحات محمد معيد مش عارف يعني كخبير اقتصادي هل هو ده الحل فعلا لحكومة عاجزة اقتصادية ولا لا؟ هو بيقول إنه يمكن حل مشكلة مصر الاقتصادية والتمولية من خلال مزيد من القروض تنويع ألوات الدين والسندات إيه رأيك؟ كل هذا ليس حل كل هذا ليس حل يا دكتور أسامي ليه؟ لأن كل ده هو اقتراض هيدفعل أجيال المستقبلية عارف لو أنا خدت هذه القروض وعملت مشروعات جديدة وعملت مصانع وعملت شركات هقدر أقول لك فعلا سيشعر المواطن بثمرة في الأجل القريب لكن كل الفلوس اللي خدتها عملتها في العاصمة الإدرية الجديدة أو عملتها في بعض مشروعات البنية الأساسية زي القطراء ناهيك أن خلي بقيتك أنه لم يحسب أحد في مصر يعني أنا دلوقتي محدش يعرف الحكومة خادت البلد مديونة ب 47 مليار دولار الآن الدولة مديونة ب 157 مليار دولار فأنت وردت البلد في ديون ووردت البلد في إقصاد ووردت البلد في فوائد مين اللي هيدفع الفوائد ومين اللي هيدفع الإقصاد رايح تاخد قروض جديدة هذه القروض الجديدة ما هي إلا مسكن ليس حلا الحل مش موجود والحكومة لا تخطو أي خطوة تجاهه بصراحة شديدة جدا للغاية يعني هو واضح أن في حل دكتور والحكومة رايحة في اتجاهه فعلا يمكن يعلن عنه في خلال أيام وهو التعويم الثالث للجنيه أو التعويم الكامل للجنيه وربما يكون سعر الجنيه رسميا 30 أو 32 جنيه في البنوك وفي السوق السوداء يمكن يوصل لأربعين وخمسين فواضح أن هذا الحل للحكومة رايحة إيه رأيك؟ الحل ده لو أنت وصلت للعملة خلينا نفترض للحكومة قالت أن نعمل تعويم كامل تعويم كامل يا دكتور أسامة ستفضل الدولار يرتفع حتى يصل إلى الاستقرار بتاعه 30 جنيه لا أحد يعلم 40 جنيه لا أحد يعلم 45 جنيه لا أحد يعلم ولكن اللي هيعلمنا كده هو السوق لكن إذا أنت تفضلت بوتيرة الاستهلاك الداخلي ووتيرة الاستيراد اللي أنت موجود عليها فاعلم علمي يقين أن الدولار سيرتفع ثم يرتفع ثم يرتفع فلو استقر الدولار عند 30 جنيه السنة اللي بعدها يكون ب34 ولو استقر عند 34 لمدة عام السنة اللي بعدها يكون 38 لأن العوامل المغزية لزيادة ستطلب على الدولار مستمرة ومستقرة ومزمنة لكي نستطيع أن نتنبأ بما لا يدع مجال الشكل أن هناك ارتفاعا مضطردا في سعر الدولار في السوق المصري سؤال الأخير يا دكتور مبارح كنت بنائش مقال لأندرسون كلارسون وهو باحث في كينجس كوليج لندن كان يتكلم أن السيسي يجلس فوق برميل من البارود حضرتك بصفتك خبير اقتصادي برأيك الأزمة الاقتصادية بتمثل نسبة أدئي من برميل البرود اللي ربما ينفجر في واجه هذا النظام قريبا هو الحال الأزمة الاقتصادية في مصر يا دكتور اسامة توصيف الأندرسون للمشكلة هذا حقيقي لكن ما تحت هذا البرميل هو أنه لا يوجد أي قوة سياسية في مصر تستطيع أنها تحل الأزمة أو تساعد في حل الأزمة فالقوة السياسية في مصر في حالة احتقان لا يوجد من يحاسب هذه الحكومة لا يوجد من يقول لك أين هذا وأين أنفقت هذه الأموال وأين ذهبت هذه الدولارات فالاحتقان العنصر الاقتصادية هو الذي ظهر لنا على وش البرميل لكن ما تحت البرميل هناك أزمة سياسية قوية جدا في مصر والحكومة لا تعبأ بها ويبدو لنا تماما من التاريخ الذي استعرضناه خلال عشر سنوات يا دكتور اسامة أن الحكومة مستمر على هذا النهج ولا تريد ولا تحاول أنها تغير هذا النهج فنستطيع أن نتنبأ بأن الأزمة مستمرة ومستمرة للأسف شكرا جزيلا دكتور مصطفى شهيني الخبيل الاتصادي شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا